يعني الإمام أحمد بن حمبل إمام أهل السنة رحمه الله نص على الإمام بذلك على وجوب الإيمان بذلك بأخبار الساعة وبما أشار إلى بعضه الأشعري هنا من الدجال بنزول عيسى عليه السلام قال الإمام أحمد رحمه الله والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب وهو أكذب الكاذبين يعني بيذكر لنا الخبر ويحذرنا من يعني قال الدجال خارج ولكنه أكذب الكاذبين فاحذروا يا أهل الإيمان من الإمام التحاول رحمه الله قال كلاما عاما ثم نص على بعض أشراط الساعة فقال رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من موضعها هذه بعض أشراط الساعة ذكرها التحاول رحمه الله أما الإمام السفاريني قال وقوله هنا مهم أجمعت الأمة أجمعت الأمة على نزوله يعني نزول عيسى بن مريم وخروج الدجال ولم يخالف في ذلك من أحد من أهل الشريعة وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه وقد انعقد الإجماع أو إجماع الأمة على أنه ينزل يعني عيسى بن مريم في أثناء المسيح الدجال ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو النص هنا على أن عيسى سيحكم بشريعة النبي سأتكلم عنه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى ولكني هنا سأقف بعض الوقفات لأننا في الحقيقة نتكلم عن أمر عظيم نتكلم عن فتنة الدجال لا بد أن نحضرها يعني النبع السلام قال فتنة تقع في آخر الزمان وهي إحدى أشراط الساعة الكبرى فتنة الدجال يا أيها الكرام من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخها فتنة الدجال خروج الدجال في نهاية الزمان وأمار وعلامة من علامات الساعة الكبرى أعظم فتنة على الإطلاق ولذلك يجب أن نحضرها النبع السلام حذر أمته منها تأمل مثلا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادر رضي الله عنه قال كنا نمر على هشاب بن عمر ناتي عمران بن حسين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزونني إلى رجال ما كانوا بأحضر إلى رسول الله يصلم مني ولا أعلم بحديثه مني ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال ولذلك فتنة عظيمة يقول يعني الله عز وجل منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة لا يوجد أمر عظيم ولا خلق أكبر من خروج الدجال من خروج الدجال أيضا في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام حذر وأنذر أمته منه إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه ولكني سأقول لكم انتبهوا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام واضح جدا ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه النبي عليه الصلاة والسلام في البداية بداية الحديث يقول ما من نبي إلا وحذر قومه من الدجال ولكني سأقول لكم فيه قول لم يقله نبي من الأنبياء قبل لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور لعلم فارقة جدا عند الدجال نبع عليه الصلاة والسلام يقول إنه أعور وإن الله ليس بأعور سبحانه وتعالى جل في علاه رب العباد منزه عن صفات البشر منزه عن الحدوث منزه عن العجز والاحتياج سبحانه وتعالى جل في علاه له الكمال المطلق والصفات العلا سبحانه وتعالى جل في علاه نبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أنس رضي الله عنه ما بعث نبي ما بعث نبي إلا أنظر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر وسأتكلم عنه عن كل ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى عن يعني أنه ممسوح العينين أو أنه أعور وما إلى ذلك ولكني أتساءل هنا لماذا سمي المسيح بالمسيح الدجال؟ ترجمة نانسي قنقر